الجيوش الإنستغرامية والفيسبوكية هي مجموعة الناس الذين يريدون فنان ويدافع عليه وخيدر الليدر وفي المقابل يهجم أي شخص ما أعجبته أو لا تعتقده والضائرة عندنا في المغرب بزاف وهذا شيء يسمى متلازمة الهوس بالمشاهير نضرع المضامر الجينيريك متلازمة الهوس بالمشاهير فبحسب الخبير في العلوم الشمعية يوسف رجوان بأن هذا الناس يشاهدون في هذا المشهور لحلمهم هما لم يقدروا يحققوه وبالصم أنهم يواجهوا الفشل ديالهم ويحاولوا يردوه النجاح كيف تطلقوا أنهم يقابلوا لحياة ذلك المشهور وكي قال لنا يوسف رجوان بأن هذا السيكولوجيا ديال التعويد هي راجعة لأن هذا الناس يحاول يعودوا الفراغ أو الوحدة أو حتى الفشل ديالهم باش أنهم كيتابعوا الحياة الشخصية ديال الفنانين أو هاد المشهورين بوحد طريقة لهواسية وفي المقابل من اللي كيدافعوا عليه راح ينتبه بالنسبة لهم أنك لقلتها ليش حاجة ناقصة أو أنك انتقلتها ركب هذه اللحظات كتنتقضوا مهومة وعطاك مثال لف عندي الدنيا باطمة وساعد المجرد وآخر حاجة قد يكون لأي واحد تعرض لشي هجوم منطرف شي جيش من هاد الجويوش هادو بلصم أنك تتقلق وتبقى تجاوب معهم فأحسن حاجة تقدر تطير هي أنك تطلب الله يشافيهم وصافي ترجمة نانسي قنقر